بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة أود أن أتأمل معكم معجزة عددية في القرآن في آخر سورة نزلت من القرآن ونراها أمامنا ونعدها حرفا حرفا لأن بعض الأحبة يشككون بنتائج الإعجاز العددي اليوم سنكتب معا سورة النصر وهي آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر هذا النبي 63 سنة هذه السورة نزلت لتبين لنا أن أجل النبي قد اقترب وبعض الصحابة الكرام أدركوا هذا الأمر واعتبروا أن سورة النصر هي إشارة إلى أن هذه آخر سنة من السنوات التي سيعيشها النبي الثلاثة والستين النبي عاش ثلاثة وستين سنة والنبي اسمه في القرآن اسمه محمد رسول الله هذا هو اسم النبي في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم طيب طيب هنا نحن قمنا بعد حروف محمد رسول الله رسول الله طبعا سنشرح الآن فقط أنا أعطيكم الفكرة ثم نرى أمامنا حرفا حرفا نعد لكي نرى المعجزة تتجلى أمامنا أيها الأحبة في كل القرآن القرآن يتألف من 114 سورة عددنا حروف محمد رسول الله في كل القرآن في كل سور القرآن هذه هي السورة الوحيدة التي عدد حروف محمد رسول الله فيها نفس عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة أي 63 عندما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عندما نزلت هذه السورة كان عمر النبي 63 سنة وبعدها نزلت آيات قليلة من القرآن ثم توفي وانتقل إلى الرفق العلى صلى الله عليه وآله وسلم إذن أنا الآن سأقوم بعد حروف محمد رسول الله في سورة الفتح في سورة النصر عفوا دعونا نكتب هذه السورة أولا يعني هنا نحن إذا كتبنا إذا جاء طبعا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ناس يدخلون في دين الله أفواج إذن هذه الآية الأولى الثانية الثالثة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه إنه كان تواب صدق الله العظيم إذن أيها الأحبة دعوني الآن أنا لدي عبارة العبارة هي محمد رسول الله انظروا أيها الأحبة إذا سمحتم العبارة هي محمد رسول الله طبعا أنا أريد أن أكتب بخط يعني أكثر وضوحا خط ربما يكون غير واضح محمد رسول الله انتبهوا معي أحبة في الله أنا لدي هنا لدي هنا عبارة محمد رسول الله 12 حرف لدي حرف الميم الحا الميم الدال الراء السين الواو اللام الألف لام لامها نريد أن نعد كم حرف ميم في سورة الفتح ونضع تحت حرف الميم قيمة هذا الحرف يعني القيمة العددية لحرف الميم كم دعونا نعد حرف الميم ونحدد أينما وجدنا حرف ميم نقوم بتحديده يعني هنا إذا جاء نصر الله والفتح ليس فيها ميم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لا يوجد ميم فسبح بحمد الميم هنا إذا هذه أول ميم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا لدينا ميم واحدة فقط إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذن أنا هنا حرف الميم هنا أيها الأحبة تأخذ الرقم واحد ولدي هنا ميم أيضا تأخذ الرقم واحد إذن هذه الميم واحد وهذه الميم واحد أيضا طيب الحاء انظروا أيها الأحبة إذا جاء نصر الله والفتح هذه أول حاء هنا هنا إذن هذه أول حاء رقم واحد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد إذن هذه الحاء هي الثانية وهذه الحاء الثالثة إذن اثنين ثلاثة واستغفره إنه كان توابا إذن أنا حرف الميم لدي هو الثلاثة حرف الحاء عفوا محمد الدال كم حرف دعونا نعد طبعا أنا يعني عددت هذا الكلام وأعرفه ولكن هناك من يعني يحب أن يرى بنفسه حرفا حرفا لنتأكد يعني حرف الدال أحبتي في الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون هذا هو حرف الدال الأول دعوني أستخدم لون آخر فقط لي يعني يكون أمر أوضح إذن يدخلون هنا رقمها واحد هذه هو حرف الدال في ديني الدال هنا اثنين الله أفواجا فسبح بحمد الدال هنا ثلاثة ربك واستغفره إنه كان توابا إذن حرف الدال ذكر ثلاث مرات حرف الدال ثلاث مرات في هذه الصورة نتابع الراء كم مرة ذكر دعونا نعد حرف الراء إذا جاء نصر نصر واحد ممكن نستخدم لون آخر هنا نصر إذن هذه نصر هذا هو حرف الراء الأول هنا الله والفتح ورأيت الراء هنا رقمها اثنين ناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك الراء هنا ثلاثة واستغفره الراء هنا أربعة إنه كان توابا إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أربعة راء إذن الراء أربعة هنا الراء أربعة السين كم واحد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذن هذا حرف سين يدخلون في دين الله أفواجا فسبح هنا حرف سين رقم اثنين بحمد ربك واستغفره ثلاثة إنه كان توابا إذن السين ثلاثة أيضا مجموعة السين في السورة كلها ثلاثة أحرف فقط حرف السين ذكر ثلاث مرات فقط أيها الأحبة طبعا نحن نضعنا برنامج إحصاء القرآن يستطيع أي واحد أن يتأكد من هذه الحروف لدينا هنا أيها الأحبة حرف الواو سنعد كم حرف واو في السورة إذا جاء نصر الله والفتح هذا رقم واحد ورأيت اثنين الناس يدخلون ثلاثة إذن أصبح لدينا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة واو في دين الله أفواجا هنا أربعة واو أربعة فسبح بحمد ربك واستغفره إذن هنا خمسة إنه كان توابا ستة إذن حرف الواو تكرر ست مرات طيب نضع هنا ستة اللام كم مرة تكرر دعونا نعد اللام بسرعة من دون أن نكتب الأرقام لأن اللام تكرر تقريبا سبع مرات هنا أيها الأحبة إذا جاء نصر الله إذن اللام أولى واللام الثانية والفتح ثلاثة هنا اللام وهنا لامين ورأيت الناس اللام هنا رقمها أربعة يدخلون لام هنا خمسة في دين الله ستة سبعة أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذن لدينا سبعة أحرف لام إذن وهنا أيضا لدينا الله الألف كم مرة تكررت انظروا ما أيها الأحبة سأعد بسرعة استخدم لون آخر فقط يعني لسهولة الأمر هذا واحد اثنان ثلاثة ألف واحد اثنان ثلاثة أربعة هنا خمسة ستة ورأيت ورأيت الألف الألف هنا ستة الناس سبعة يدخلون في دين الله ثمانية الألف هنا ثمانية أفواجا تسعة عشرة أحد عشر بحمد ربك واستغفره نعش إنه تلتعاش كان أربعة عشر توابا خمسة عشر دعونا نعد من الأول إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هنا الألف هنا سبعة وهنا ثمانية والألف هنا تسعة وهنا عشرة وهنا أحد عشر اثنى عشر وهنا تلتعاش وهنا أربعطعاش خمستعاش ستعاش سبتعاش إذا لدينا حرف الألف ذكر سبتعاش مرة وقلنا اللام كم مرة اللام سبعة إذا هذه اللام سبعة وهذه اللام سبعة بقي حرف الهاء دعونا نعد حرف الهاء إذا جاء نصر الله الهاء هنا سأبحث عن لون مختلف إذن إذا جاء نصر الله هذه الهاء رقمها واحد والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله الهاء هنا رقمها اثنين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ثلاثة إنه أربعة كان توابا لحظوا حرف الهاء كله يعود على الله سبحانه وتعالى يعني أنا أول مرة ألاحظ هذه الملاحظة يعني هنا الهاء اسم الله والهاء هنا اسم الله وهنا إنه استغفره الهاء تعود على الله وإنه الله يعني يعني الهاءات كلها خاصة بالله وذكرت أربع مرات طيب إذن أصبح لدينا حرف الميم مرة إذن حرف الميم ذكر مرة واحدة فقط أيها الأحبة في هذه السورة المباركة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا طيب أصبح لدي الآن هنا أحبة في الله هذه العبارة هذه العبارة هنا محمد رسول الله كل حرف من هذه الحروف تكرر بنسبة محددة فيه آخر سورة نزلت على النبي طيب كم عدد هذه الحروف حروف عبارة محمد رسول الله إذن أيها الأحبة كل حرف من حروف محمد رسول الله تكرر في سورة النصر التي هي آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة تكررت بنسبة محددة دعونا نجمع هذه الأرقام واحد هنا طبعا هنا واحد وثلاثة كم أربعة وهذا الواحد خمسة وثلاثة ثمانية زائد أربعة اثنى عشر زائد ثلاثة خمسة عشر زائد ستة واحد وعشرين زائد سبعة تمانا وعشرين طيب إذن ثمانا وعشرين هنا سبعة عشر إذن هنا دعونا نكتب كل محمد عليه الصلاة والسلام واحد واحد اثنان وثلاثة خمسة وثلاثة ثمانية هنا ثمانية محمد رسوله أربعة وستة عشر وعشر عشرين رسوله عشرين إذن مجموعة اثمانة عشرين الله تعالى سبعة 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 أربعة وعشرين وسبعة واحد وثلاثين وأربعة خمسة وثلاثين طيب خمسة وثلاثين زائد عشرين خمسة وخمسين زائد ثمانية تلاتة وستين إذن مجموعة حروف محمد رسول الله هو ثلاثة وستين مجموعة حروف محمد رسول الله في سورة النصر هنا يساوي ثلاثة وستين طيب ما هو العدد ثلاثة وستين هو عمر النبي عندما نزلت عليه هذه السورة المباركة إذن أيها الأحبة هنا عندما نرى كيف تتداخل الأرقام مع اللغة يعني هذه السورة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح وبالفعل رأى الفتح ورأى النصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه إذن اكتمل الدين فسبح بحمد ربك فكل الإضافات التي جاءت بعد النبي على هذا الدين لا أصل لها انتهى بنزول هذه السورة وبنزول آية اليوم أكملت لكم دينكم وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون اكتمل الدين فكل الروايات التي نسجت بعد موت النبي والأحداث كلها ليس لها أي قيمة أمام هذا القرآن لأنها أحداث تاريخية هذا قتل هذا وهذا أخطأ بحق هذا أنا ليست مهمتي أنا الذي يعنيني كلام الله اليوم أكملت لكم دين اكتملت دين تهى الأمر لا داعي للإضافات التي جاءت لاحقا وأنشأت هذه الفرق الإسلامية للأسف فهنا أيها الأحبة أنا أريد أن أطرح سؤالا دقيقا يعني انظروا حروف محمد رسول الله مجموعة هذه الحروف في سورة النصر هو تلاتة وستين نفس عمر النبي عندما نزلت علي هذه السورة وختم بها القرآن آخر سورة كسورة كاملة يعني آخر سورة كاملة نزلت من القرآن طيب هل النبي كان يعلم أجله لا أحد يستطيع أن يعلم أجله هل النبي هو الذي وضع هذه الأرقام ليبهرنا لا طيب نحن طبقنا هذا القانون على كل القرآن فقط هذه السورة التي فيها حروف محمد الرسول لا تلاتة وستين كل سور القرآن لا تتحقق فيها هذه المعادلة ولا حتى مضاعفات تلاتة وستين يعني ليس العدد لا تلاتة وستين ولا مضاعفات إذن أنا هنا أمام معجزة مادية ملموسة يوجد مثلها الآلاف في القرآن الآلاف المعجزات موجودة في القرآن أيها الأحبة أختم بمعجزة يعني وطبعا يصعب شرحها الآن ولكن بكلمات قليلة نحن بحثنا عن حروف محمد في القرآن كلي أقصد أقصد في سور القرآن المئة واربعة عشر لم نجد إلا سورة محمد يكون فيها عدد حروف محمد مضاعفات تلاتة وستين تلاتة وستين في ثمانية عدد أبواب الجنة إذن يعني وفي سورة محمد لا يذكر اسم محمد رسول الله مثلا يذكر اسم محمد فقط آمنوا بما نزل على محمد فقط لا يوجد لقب لذلك اسم محمد هنا حروف محمد لو عددناها بنفس الطريقة نجد أنها تساوي خمسمية وأربعة يعني تلاتة وستين مضروما في ثمانية إذن عندما نرى بأن القرآن مليء بهذه المعجزات لابد أن ندرك أحبتي في الله أنه أولا لم يحرف وأن هذا القرآن وصلنا كما أنزله الله سبحانه وتعالى والدين مكتمل لسنا بحاجة لرواية تاريخية وأكاذيب وإلى آخره نحن لدينا القرآن وفيه كل شيء تبيانا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهذه المعجزات تشهد أن هذا النبي صادق في دعوته وهذه معجزات تتجلى اليوم في القرن الحادي والعشرين تخاطبنا بلغة الأرقام لندرك أن هذا القرآن لا يمكن الإتيام بمثله يعني هل يستطيع أحد أن يؤلف سورة ويضع حروف اسمه بحيث تتناسب مع عمره مثلا وقلت لكم هناك آلاف النتائج الشبيهة والأقوى من هذه أيضا والأكثر إبهارا تتعلق بالعدد 63 ولكن أنا فقط أحببت اليوم أن أفصل لكم هذه المعجزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من يشاهد ويرى ويسمع هذا الإعجاز المبهر وأن ينفعنا به يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته